خلال افتتاح فعاليات الاسبوع المعنوى النأمان لتحقيق الاصلاح حقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام بالانابة لواء ماجد الماجد ان فعاليات اسبوع النزيل الخليجي الموحد تعكس حجم العناية والرعاية التي يحظى بها نزلاء المؤسسات الاصلاحية في دول مجلس التعاون خلال قضاء فترة العقوبة قال مسؤول امني كويتي ان فعاليات اسبوع النزيل الخليجي الموحد تعكس حجم العناية والرعاية التي يحظى بها نزلاء المؤسسات الاصلاحية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال قضاء فترة العقوبة جاء ذلك في كلمة لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام بالانابة اللواء ماجد الماجد خلال افتتاح فعاليات الاسبوع المعنون معا لتحقيق الاصلاح والمستمر حتى الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري واضاف الماجد ان شعار الملتغى يبرز الانشطة والبرامج التأهيلية التي تقدم لنزلاء المؤسسات الاصلاحية والعقابية في دول مجلس التعاون الخليجي واوضح ان من ابرز اهداف هذه الفعالية التي يحرص عليها قطاع المؤسسات الاصلاحية هي تقويم النزلاء من خلال البرامج التأهيلية والتثقيفية والنفسية وتقديم الدعم والمساعدة لهم ويعادة دمجهم في المجتمع ليعودوا عناصر فاعلة في خدمة الوطن وذكر ان من ابرز اهداف الفعالية ايضا التعريف بدور النزيل وجهوده خلال قضاء فترة العقوبة والاستفادة من خبراته وحرفته في المجتمع ليتمكن من اعالة اسرته وتلبية احتياجاتها وعلى هامش الفعاليات قام اللواء الماجد والعميد عادل ابراهيم بافتتاح معرض المشغولات الحرفية واليدوية للنزلاء متضمنا مجموعة كبيرة من الاعمال اليدوية التي قام بصناعتها النزلاء بما يعكس الجانب الايجابي لشغل اوقات فراغهم بما هو مفيد ومثمر ويهدف اسبوع النزيل الخليجي الموحد الى مشاركة المجتمع للنزلاء ودعمهم عبر زيارة المواطنين لتلك المعارض وشراء منتجات ومشغولات النزلاء ما يمثل دعما نفسيا واجتماعيا لتلك الشريحة